موسيقى 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 نشرت المركز عندنا كذا واحدة دراسات في المركز زي اي مركز في الدنيا ولكن احنا بنختلف عن اي مركز تاني نعمل حاجة اسمها الانزار المبكر عشان نقدر نعرف ازاي ممكن نتعامل مع المشاكل اللي ممكن تحصل مستقبلين احنا مهتمين قوي بفكرة الانزار المبكر واستشراف المخاطر دي اهم قضية هنشتغل عليها مهتمين بالتحولات التكنولوجية وتأثيرها على مستقبل العالم الزكاة الاصطناعي وتأثيره على صياغة العالم هذا المركز بني من اجل اول شيء تشجيع الشباب في دخول في هذا المركز وعمل ابحاث وثانيا هذا المركز له اهداف غير الابحاث العادية العلمية لها تتكلم عن السياسات العالمية تتكلم عن العلاقات العالمية تتكلم عن الكوارث تتكلم عن مواضيع كثيرة التي فعلا تدخل في الحياة اليومية للإنسان العادي المركز هو مركز فكر غير هادف للربح تم تأسيسه بالقاهرة من خلال نقبة وعيدة من الشباب الباحثين متخصصين في مجالات مختلفة المركز بيتكون من ثلاثة وحادات رئيسية واحدة الاقتصاد والطاقة واحدة الدراسات السياسية واحدة الانزار المبكر المركز بيتميز بشكل رئيسي المركز بيشتغل على حاجات المتعلقة بالانزار المبكر الكوارث والأزمات اللي ممكن تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي من أهم أدوار المركز عندنا إن إحنا يبقى عندنا تنبؤ بالمستقبل وإرلي وورنينج زي ما بيسموه فإحنا كنا محتاجين ندي النظرة التشاؤمية دي علشان صنع القرار في العالم إن هم يبقوا بياخدوا خطوات في إن هم يتجنبوا أي حاجة خطر من الزكاة الاصطناعة